بسم الله الرحمن الرحيم صلاة الضحاء وسيدة التلاوة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وبعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل معكم الحديث عن صلاة التطوع ونتناول في هذه الحلقة إن شاء الله صلاة الضحاء وسجود التلاوة فنقول اعلم أيها المسلم أنه قد وردت في صلاة الضحاء أحاديث كثيرة منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحاء وأن أوتر قبل أن أنام فتستحب المداومة على صلاة الضحاء لمن لا يقوم من الليل أما من كان يقوم من الليل فينبغي أن لا يداوم على صلاة الضحاء لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحاء حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها وأقل صلاة الضحاء ركعتان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي ذكرنا قريبا وركعتي الضحاء ولحديث أنس من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح ركعتي الضحاء لا يقول إلا خيرا غفرت له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر رواه أبو داود وأكثر صلاة الضحاء ثمان ركعات لما روىت أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحاء رواه الجماعة ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها كان يصلي الضحاء أربع ركعات ويزيد ما شاء الله ووقت صلاة الضحاء يبتدئ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قدر رمح ويمتد إلى قبيل الزوال أي إلى وقت قيام الشمس في كبد السماء والأفضل أن يصلي إذا اشتد الحرب أي أن يؤخر صلاة الضحاء إلى آخر وقتها لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم أي حين تحمى الرمضة فتبرك الهصال من شدة الحرب أيها المستمع الكريم ومن السنن سجود التلاوة سمي بذلك من إضافة المسبب للسبب لأن التلاوة سببه فهو سجود شرعه الله ورسوله عبودية عند تلاوة الآيات وعند استماعها تقرباً إليه سبحانه وخضوعاً لعظمته وتذللاً بين يديه ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع وقد أجمع العلماء على مشروعيته وقال بعضهم بوجوبه قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته متفق عليه قال الإمام العلامة بن القيم رحمه الله ومواضع السجدات أخبار وأوامر خبر من الله عن سجود مخلوقاته له عموماً أو خصوصاً فسن للتالي والسامع أن يتشبه بهم عند تلاوته آية السجدة أو سماعها وآيات الأوامر أي التي يأمر الله بالسجود بطريق الأولى وعن أبي هريرة مرفوعة إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلة أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار رواه مسلم وابن ماجر ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع كما تقدم والمستمع هو الذي يقصد الاستماع للقراءة وفي حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه وفيه دلالة على مشروعية سجود المستمع وأما السامع وهو الذي لم يقصد الاستماع فلا يشرع في حقه سجود التلاوة لما روى البخاري أن عثمان رضي الله عنه مر بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال إنما السجدة على من استمع وروي ذلك عن غيره من الصحابة ولأن المستمع يشارك التالية في الثوار وأما السامع فلا يشاركه وسجدات التلاوة في القرآن وسجدات التلاوة في القرآن كثيرة في سورة الأعراف في سورة الرعد وفي سورة النحل وفي سورة الإسراء وفي سورة مريم وفي سورة الحج وفي سورة الفرقان وفي سورة النمل وفي سورة ألف لام ميم تنزيل وفي سورة حاميم السجدة وفي سورة النجم وفي سورة الإنشقاق وفي سورة اقرأ باسم ربك وسجدة صاد فيها خلاف بين العلماء هل هي سجدة شكر أو سجدة تلاوة والله أعلم ويكبر إذا سجد للتلاوة لحديث بن عمر كان عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود ويقول في سجود التلاوة سبحان ربي الأعلى كما يقول ذلك في سجود الصلاة وإن قال سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود فلا بأس بذلك والإتيان بسجود التلاوة عن قيام أفضل من الإتيان به عن قعود أيها المستمع الكريم إن طرق الخير كثيرة فعليك بالجد والاجتهاد فيها والإخلاص في القول والعمل لعل الله أن يكتبك من جملة السعدة هذا ونسأل الله لنا ولك التوفيق والإعانة وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لنواصل معك الحديث عن أحكام صلاة التطوع ونسأل الله الإعانة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين